موسيقى يحتفل العالم العربي في أول أيام الربيع الواحد والعشرين من شهر مارس من كل عام بعيد الأم ذلك العيد الذي يأتي لتكريم الأمهات والأمومة ورابطة الأم بأبنائها وتأثير الأمهات على المجتمع فهي وكما يقال نصف المجتمع والتي تربي وتعلم وتكبر نصفه الآخر وفي هذا اليوم ومن محافظة الكرك تشهد الأسواق إقبالا على شراء الهدايا بهذه المناسبة لا أحد ينكر فضل الأم علينا جميعا إناثا وذكور بمختلف أعمارنا فهي ينبوع للعطاء والمحبة والرحمة لا تكل ولا تمل بالتكرم على أبنائها بكل ما أعطاها الله إياه وهي قادرة على إعطائه فكيف نجزيها ذلك العطاء بالفعل والقول والعمل كل أيام هو عيد لهم لكن حلو أن الناس تذكرهم بيوم خاص لهم أما بالنسبة للقوة الشرائية هداياهم بسيطة بصراحة القوة الشرائية فيه كثافة لكن ضعيفة يعني خلينا نحكي الهدايا معدلها بين الخمس دلانير والسبع دلانير والأشياء كل أيامنا عيد بوجودها من دون قلب حنون كقلبها ولا يدان رقيقتان دافئتان تمسحان عرقك حين مرضك ولا دمعة سخية تذرف معك في أحزانك مواساة منها لك علها تخفف أحزانك ولا عيونا مليئة بالمحبة والرحمة خوفا عليك من أي مكروه الأم حياة بحد ذاتها الأم مهما وصفتها ما استطعت أن تعطيها من حقها إلا المقدار البسيط وأجمل تعريف للأم هو أنها الأم لبرنامج منا وفينا أحمد خريسات